اخبار اليوم لتكون قوة رادعة في مواجهة كل من تسوي له نفسه العبث بمقدرات الوطن او الاقتراب من سماء مصر الغالية بدأت مراسم الافتتاح بكلمة للفريق يونس المصري قائد القوات الجوية اكد فيها ان مقاتل القوات الجوية المصرية من الطيارين والملاحين والعناصر الهندسية والفنية هم نبت من جيش مصر العظيم الذي اقسم على حماية الوطن والتضحية في سبيل عزته ومجده وشاهد القائد العام فيلما تسجيليا يعرض بطولات القوات الجوية وابرز الطائرات التي تمتلكها القوات المسلحة المصرية ويعد متحف القوات الجوية بانوراما تسجل تاريخ القوات الجوية ويحتوي المتحف على قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسما حائطيا لممر الطائرات وعددا من الطائرات ذات الطرازات المختلفة وصورا لقادة القوات الجوية منذ بداية انشائها وما قام به من انجازات ويضم المتحف سجلا حافلا بأسماء شهداء القوات الجوية وبطولاتهم وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن وقام القائد العام بجولة تفقدية تمثل زيارة لعدد من محافظات مصر والتعرف على أهم معالمها التاريخية والسياحية من خلال محاكي الطائرة تيو سيكستين المزودة بعدد من المقاعد ومجسمات الصوت والضوء والحركة والتي تضفي واقعية على نموذج المحاكاة وأكد القائد العام خلال تفقده أجنحة المتحف بأن القوات الجوية كانت ولا زالت مع قوات الدفاع الجوي درع مصر الجوي وأن نصور السماء قادرين على تأمين سماء مصر حاملين راية مصر عالية خفاقة على مر العصور مشيرا إلى أن القوات المسلحة حريصة على بناء وتطوير القدرة القتالية للقوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات وأسلحة ومعدات القتال الجوي لدعم قدرتها في فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة مشيدا بالدور الذي تلعبه القوات الجوية في تأمين مجال مصر الجوي وحماية سماء مصر ومجالها الجوي حضر الافتتاح وزير الثقافة والطيران والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة